اشتركوا في القناة الحق كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالضاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليان وثمانية أيام وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاضية فهل ترى لهم بمباطية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية بطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسنفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سرسلة دغعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا من غسنين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبسعون وما لا تبسعون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ظليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر ظليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم